تحت شعار لالي التنمر أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة الأولمبياد الخاص السوري الحملة الوطنية بمناسبة يوم المعاق العالمي في مدرسة شهيد نبيل غسان نقرور في دمشق موضوع الدمج هو مواضيع مويزة للنظام التربوي السوري وبالتأكيد التعاون مع إدارة الأولمبياد لزول الاحتياجات الخاصة له أهمية كبيرة لأنه هنم مختصين بتطوير كفاءات العاملين في مجال الدمج نحن حبينا أنه نشارك معهم في هذه الفعالية لنسبة أنه مدارسنا قادرة على إدراج الدمج ضمن مشروعاته وتطويره بشكل أنه يخدم كل المعاقين أو كل زول الإعاقة الموجودين في سوريا هلأ اليوم عاملين هنه نشاطين هامين نشاط الأول هو يتعلق مباشرة بزول الإعاقة والنشاط الثاني يتعلق بالأطفال الموجودين بالمدرسة اللي معرفت مدى تجاوبهم مع ذوي الإعاقة وخصوصي تقفيف حالات التنمر أقناع الأهل بأنه لا يجوز أنه يتربى الطفل على حالات التنمر يكون في دمج أكبر وخصوصي نحن اليوم تجربتنا صارت لها سنوات وتشمل عدد كبير من دارس قد يتجاوز 200-300 مدرسة على مستوى القطر الحملة تهدف للحد من ظاهرة التنمر بين الأطفال والتصدي للتنمر بالمعالجة الفكرية والثقافية الحملة هي ضد التنمر نحن نعرف دائما في عنا الأطفال ذوي احتياجات خاصة أطفال أحيانا بيحملوا مجموعة قدرات قد تكون أقل من زملاء قد ينعكس سلبا أحيانا على التعاطي مع هذا الطالب طبعا دائما نحن نسعى أن يكون في عنا حالة دامجة ما بين الطلاب زوي الهمام زوي القدرات المحدودة دائما كلها تنزوي احتياجات كل إنسان أحيانا قد ينقصوا شيء فنحن لما نصل لفكرة أنه دائما نحن نكمل للآخر والآخر هو يكملني نصل إلى الحالة الإيجابية والمثالية للتعامل مع الأطفال اصنع الفرق وانبذ الإساءة هي الرسالة التي حملها ذوي الهمام بمشاركتهم فهم أثبتوا أنهم بقدراتهم وإنجازاتهم قادرين على قهر إحاقتهم وحصد النجاحات والبطولات في كافة المجالات وتحدي مصاعب الحياة